هاني أعلم أن كتبعة مباراة البرتغال كريسيانو دخل أساسيا حتى الدقيقة الستين خسر الكثير من الكرات تسبب بهدف لكوريا الجنوبية كريسيانو إلى حد اللحظة سجل هدف وحيد من ركلة جزاء في المباراة الأولى ما الذي يحدث مع رونالدو؟ هل هو العمر؟ هل هي مشاكل يونايتد قبل المونديال؟ بصل كل المشاكل اللي حوالين رونالدو أكيد مليون في المئة بيأثر عليه هو بواسطة وسائل الإعلام بيقول هو بيفصل تماما مشاكله مع المان يونايتد وزي ما احنا عارفين رونالدو اللعيب الوحيد في المونديال اللي بدون نادي لغاية الوقت بدون عقد رسمي وبعد طبعا انتهاء عقده مع المان يونايتد أنا شايف أن رونالدو أكيد آخر مونديال بالنسبة له ورونالدو بيبحث دايما عن الأرقام القياسية لنفسه أنا شايف من أعظم اللعيب اللي جاءت على مستوى العالم ولكن شايف جزء كبير من الأنانية حتى المباراة اللي فاتت بعد المباراة عدم احتساب الهدف باسمه راح للحكم وحاول هو بيجري وراء الأرقام القياسية لنفسه لازم يعمل لعكس يعني رونالدو آه بيشتغل مع المنتخب البرتغالي لازم يشتغل مع المنتخب البرتغالي الأرقام بتيجي الأرقام هي اللي تيجي لكن أنا في رأيي الكابتن نتكلم في نقطة مهمة جدا عملية دكة البودلاء الحسابات المدربين هتطفق طبعا مع الكابتن أنه لازم تحترم الخصم مهما كانت الظروفة صعدت أو ما صعدتش ولكن في حسابات مختلفة وحنشوف من بكرة حسابات مختلفة خالصة محمد هتلاقي مشكال تكتيكية مختلفة هتلاقي إدارة للمباراة بشكل مختلف دايما دور المدموعات تكتيكية ومفنيا بيختلف والحسابات للمدرين الفنيين بتختلف كثيرا جدا عن مباراة النوك أوف دلوقتي ما فيش منتخب صغير ومنتخب كبير الأسماء دلوقتي كلها متساوية